من جديد مشاهدينا فقرة والموضوع هذا الصباح سيكون حول الفواكه الموسمية الدرماعة التخزيئة مع العائدة بعد مدة حسنا مرحبا صباحك الشعيد صباح الخير محمد صباح الخريم يا راتك صحة شكرا لاني عودت وانشاء الله أفخ سبيل الله أكيد أنه الآن يدخل ضمن موسمة للصياف في الصيف كين فواكه تخص الصيف كما في الشتاء الفواكه التمييز في بصل الشتاء والآن نحن في الصيف أسماعي أكيد الصيف ما خلوش شي جوزب لما نتكلموا على مش مشاة نتكلموا على الخوخ نتكلموا على هدف فاراو لا نرأي ديرا وسيغيز الكارز لو دير حالات نهب نسيبو فيه راهو يتباع فاراو غالي شوية التجارة هم يبيعوه كالناس كتلحق للدار تخطعوه سخطة المانجا يتسيب ألبا وعنا العينة بليراهو قريب الموسم داعوه دونك يدخل انفرس والعينة والخوخ وعنا العينة والخوخ والمشماش دونك الناس وربا والمشمال والعصائر وكامنا راهي على بروفيت من هدف هدف الحاجة بهم وخليك تفكري لا لا فاراو لا دلاع دلاع أخوطك دلاع دلاع بطيخ والإزارة في الشعب الجزائر تقول لنا الناس الكبار يحبوهم يقول لك معمرين عندهم الحق ما غلطوش هادي هي تشكيل في صحيح نعم معها دونك اليوم نحن نشوفوا فوائد الفوائد الموضوع دونك هل سوف يسعبوا على الفوائد تعلم أسأل ما فوائد هذه تقسم إلى فوائد حمضة وفوائد حلوة ما هي أهم تقسيمات تعلمت علاقة بالصيف أنا سختان فروي والبعض الفوائد تكون بلو شكري كدوتر بيانسور كيمال العنب يعد من من الفوائد اللي فيها بزاف سكر عندنا مو راح تاني كاين التين اللي نسينا باش نحن نقوله الكرموس الكرموس والباكر اللي لتخير ريش انتخستاش حتى التمنتاش بالمية من سكر وهنا أسلط الجزائري عندنا يعني جزائر كبيرة متنوعة أيضا نهجة تعنا يعني كل يوم صح دونك نسي نقوله احنا التين باش الناس تعرف في الخوخ اللي فيه تناش بالمية تعال كاشنا تصورتو تناش بالمية تعصب المشماش اوسي ينبط خي سكري ما فيه لسوك مشو سكري وفيه الأخر ويسا دي بان واش نخيرو وش كاين في المشماش بوكو بلوس او هي اللي تعطلوها ديك الأولى الكاغو اللي تعطلوها ديك اللون اللي رايح للفلاش عنا البتيخ والدلة اللي هم من الفواكه اللي بتكون غانية تعد من الفواكه البلوريش او نو وعنا وزحك الاناناس والإيجاز نجايةك الاناناس يعد من الفواكه اللي مفيها نيش تحكي الاناناس المصبر بسكي هاداك تحكي كندوقو هيجينا بزف شخي نحكي لانا أحبها هكذاك اللي نجاية وسي يعد من الفواكه اللي موال السكر معتدل من الفيجاج نقوم بيكم فيتش ونقوم بيعدة وصفات العصائر ولن قدرون ديرو به المونغ كان في الأسواق تنبس هو مشي فاكيها المستهلك الجزائري دونك يأكلها اوكازيوني المونغ غالية دول إفريقية صح الكارس بخلط لتشغيل فيها بخير من سكر راهي جس تحت هي تحتها الاناناس يقدر الانسان يحب ينقص في الوزن الناس اللي عندها مرض سكري ولا تقدر تاكل الكارس فاقان تخلع العنب يفو فاعة تنسان يفو الكوصومي مودر هذا الطبق ينقص البرتقال اللي ما زالوا يتباع حتى الان موش في وقته موش في وقته أنا وش نقوله صح سي نصر دو فيتامين سي لكن المستهلك البرتقال في فاكهة كل المواسم تقريبا يعني تعو هو غنيب بالألياف سهلنا الامالي الهدم ينقص من نسبة الكوليستيرول الناس اللي عندها كوليستيرول الدار في الدم سخطول الأخضر هنا نراني نشوف الأصفر هذا الصيف على البالي هم أدوك وشبار اللي رايح شوي اللا كول اللون تعو أخضر هذا كنقص نسبة يعني الصورة نموذجية للفواكه الموسمية والخضر أيضا هي متنوعة والألوان جميلة جميلة نشوف الخيار نشوف طمتم والصالة هنا عنا لصالة العلوش ثاني بحق هنا ندو الأصفر والغامق وهناك كان سؤالي حول الفرق بين الفرق بين أن الغامق يكون غاني في الحديد من الفاتح والكولار تولي بيانسور مدادات كامل عنا بلزور ديفيرانت كولار نشوف الفوائد اللي مدها الفواكه الموسمية الفواكه ليس بعيدا على الخزم في بعض الأحيان أسماء يحتوي حتى الناس تاكل الفواكه والخضر في نفس في نفس كائن في صوت كيمال طماطق في الأحمر هنا في الأصفر أنا نشوف في الآن نستعمل الأخضر بوكو البد نجا الناس كائن بزاف لشي تخل أنا وحدة ما نحب بوش بزاف بني لكن إلي تخي ريش ومينيرو ومفيتامين نقدروا ننوعوا فيه نديرو مقلي بسكي بليتقيل ويدرنا شوية نقدروا نشوف كيمان ديرو الحميس ولا ديرو لسالة تاع المشوي لازم تأكل لازم دخلي لازم دخلي الأسف الشديد نصائح تاعك أستاذ أسمى هكذا مقلي الانقضات مع الفوكه الموسمية الموسمية النصائح والعناصر الغذائية لدينا أفضل الفواكه في الموسم هناك ألوان مختلفة نوع مختلفة تحساب كيف يطيب ينبط وكيف يطيب مراحل النمو الجهة تأكوم معروفة بال بلد تقولي الجهة تأكوم معروفة بالكارز لك ما كشفوا كما شفناها ديجا زيتون الخضر والكحل والعناصر الغذائية أكيد لا أهمل أكيد أن اللون هنا عنده دور بالمعادن وعنده دور بالفيتامين أملاح في المعادن يعني تكسحة والأملاح وثاني المدة تحتاج إلى الطهي يستطيع كيف يطيب يطيبونه بزافة طيب لا 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 كعنا أسي سكيفو ستفعل الفوكح أنها تميدنا بالماء نقردي ونحافظ على الرطوبة الإدراتات هي مهمة في صوت الصيف يعني تحافظ على الناس الكبار لما تقول لك أنا ما نحبش نشرب بالماء أو لا نستطيع يعني نزيدو لها الفواكح تحاها لكي تقعد تحافظ على الرطوبة تحاها تحمينا من أشاعة كيف تحمينا من أشاعة الشمس أنه هاد فواكح غانية من لفيتامين بالواحد وكا بروغرسيف ما وإنه أريد أن أعطي المفاهيم الخاطئة أكيد أن أنت دائما نصلح للمفاهيم الخاطئة من خلالك طبعا وخلال التغذية نروحوا بعض المفاهيم والثقافة الشعبية كي يقول لك أنه تناول لعنب بزاف تشدنا لعضيار غير لعنب تدلع هل أكثر من هذا الفواكح حقيقة إلى المشاكل الهضمية الإفراط دائما نقول لك يجب أن يكون لدينا ميزا لذلك الإفراط في تناول الفواكح يجب أن يكون لعضيار أو أكثر من سخونة أو كنتيات كبيرة يجب أن يكون لدينا لذلك يجب أن نشرح لنعرف كيف يحط لدي البائرة وكيف يحط لدي نشوف لا كور إسكو مضروبا إسكو لالا دلع يفوت خيك سبير تاني شوية باش يخبطوها يشوف وإلى طايبا لا 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 ودلع الجزائري ودلع في حالة حقيقة لا 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 لذلك يدلع في دولة أخرى يعني لا لديه تقديم في تونس شاقرة لا لديه تدلع في تونس لا لديه تدلع في جزائري صح يعني لا يبارك ومعنا لدينا فاريتي كبيرة بلما تكلمه عن فوائد أسماء وهذا التنوع الكبير لدينا الفوائد في جزائري فصل الصيف يزيد الإقبال على الفوائد الفوائد تعرض على قارع الطريق في أغلب الأوقات المفتوحة المشكلة هنا مع البكتيريا المشكلة مع الأوساخ هذه الفوائد كيف تكون وكيف نستهركوها أيضا قبل أن تكلم عن الفوائد بالله أنا دعني إنسان كي رح يشتح يشري للفاكية ويشوف وش ربيحت له يحل مم يعطي لقل لوساش نحل ونشوف وش دار لدخل هذه الأول لذي نحصل لها لذي نحصل لها بل ما يكون بارد بارد بزاف يعني معتد في التمميرات ويش بغنبال التغنين باش ما تردك للماء وليكن بارد ولا سخون بزاف رايح يأتر الفوائد على الفاكية تقدر تفسد نديرو لها قطرة باش نحوق على البكتير وهنا كان يقولك دفعوها جافل هذا صحيح جافل دفعوها جافل لذي نحصل لها الخل والملح والملح لا الملح يقدم الفواكه بعد الفواكه هي الغيزيس عندهم العبود تحوم شوية كما التفاح مرح لا تحو الخوخ المش الملح الفواكه تحو قطرة من الخل تخلوها بسي مو قطرة يعني مغربة صغيرة ومعندي بزفاكيها ودرتها في الإناء كبير خلال فيديوهات تخرجونا في مراقبة اجتماعي نشوف أيضا خل التفاح هنا نقولي ننقلكم الخل نستعمل الخل المائدة نستعملها في السلطة ومعندي خل التفاح نستعملها في زوجين قدروا نستعملهم خلتوا فحي يقلوا بيو ومعندي شريرناها عند إنسان على بلناب اللي راح يعصروا طابير وخير من الآخر اللي تدخل تدخل عليها مواد كيميائية أغوش يا ضغوات الانسيرفاسيون نشوفوا القوائد نروحوا للحفظ حفظ لأنه هو أخر حفظه نكملوا بها من بين الفوائد الفواكه الموسمية الفواكه الموسمية تقلل من خطر الإصابة بالمرض القلب والسكر الفيتامين والمعادن اللي فيها طبيعية وشفيها تاني فيها السكر الفريك طبيعي الفواكه كمباري لو كان ناخد السكر دو تابل وليت اللي يطلع لي بزاف من الجليسيمية اللي جو العصير تعل الفواكه هنزيدو لسكر المزج بين الفواكه يجوز أو لا يجوز كين بعد الفواكه اللي لازم نشربوهم من بينهم الدلاع ولا البتخ ما يحبش يقومن يعني الليه أو يرايح يفعل تغني اللي تتعوه يوم أمتن اللي تتعف هنزيدو هنزيدو يفصد ربما يفصد دلاع اللي البتخ اللح بتنديرهم جو لازم نجلي كونسام ربما هنزيدو هنزيدو اللي تتعف عصير العينب ما قرحنا من الأكباب المصناعي ومتجون العينب من قدروا نوعي ونوعي نحن ولفنا ناكلو هكذا من قلهم مام مرضى سكري كامل العينب تقدروا تاكلوا العينب نحن نروح بين 6 حتى 8 حبات العينب انتو يقولك هادية حيني مفقوش يتابعوك ما كريتي يتابعوك ويحبوك لا يشك لكن العينب صوته الغامق فيه قلنا فيه بلوج دوسيك هو يعد من الفواكه الغنية من السكر وحيطين قنعيهم الآن نحن أنواع العينب في العالم ومن سهل ومن سهل نسكبار أو لسوار يفو كونسومي العينب أفك مودي غفرات العينب اللي كونجلي وهناو يأكلوها العينب العينب ميت 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 نحن نحن المشاهد التعنام يفو تبعك تبعي نحن فرانس بش ميت صح عرف القشرة نحن 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 المشماش ميت 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 وعصائر العصير المشماش يتعلم المشماش يتبع أكثر يتبع وعلي لماذا نضيف السكر هو سكر الفروكتوز نحن 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 اضع نحن مثلا على الليمون أو نحن 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 المشاهد الضلاء هنا بنا بدأك تكلمي على الضلاء. كي نقول لك اللي يوجد في الضلاء اللي هم البذور تعدل على الموجود الداخل. الاستهلاك تحق هل يكلوها عادي؟ هل هي مفترة؟ هل هي ولا تعال بطيخ؟ في زوج عندهم فوائد كبيرة سخطو عن الناس اللي تكون عندها التهابات معاوية ولا تعلق مسالك البولية. كي ناس اللي تنشفها. أنا شفت ناس نحية تحتاجها. نحن نحاول هذه الزريعة. ونحبه محمد. لا لا، ما شاء الله. هل هذا بطيخ؟ البطيخ يذهب لك والأسفر. كنت تسأل فيه؟ ما هذا؟ هذا شبه القرعة. هذا كان طالب يشبه للقرعة. نصرتها على الفوائد الذي يجب في الدلع وكامل. من بيننا ثاني للفوائد. بعد على فقدان الوزن. نحن تقليد أسمعه. هذا لا تعرفي هذا التقليد. يعني هذه الزريعة هذه. أكيد نستهل الخمس التي هي الثقافة الجزائرية شاسعة. وهو تشغل الشباب هذك. هنا فيما يتعلق بهذا الكانتالو. رحوا نشفو هذه الزريعات. زيدوا لها الملح ويأكلوها. وليس لديها نفس المدى. مع عبد الشم. لكن بنينا أخوت ترجع ترجع. سأخذو عندها كما هي. كما البودور تقولون لهم. يجونا في الكوسة ولا في القرعة. القرعة الكبيرة هذه. هذه الملاحة بزاف عندهم يستبعوا عند تجار. لذلك عندهم بزاف فائدة. لذلك يكونوا نعانيهم من التهابات المسالك البولية. لذلك نقدروا. الشيء الجميل في فقرة التغذية هو أن نستمتعوا بالثقافة الجزائرية. التفقافة تعنا أسمى فيها حاجة صحية. صحيحة. صحيحة. الناس تعبوا كانوا صحيحة بالك مقرأة. وعندما تدخلوا مدارس كبار أو لا. كانوا يعرفوا. كانوا يميزوا. ويعرفوا الحاجة التي يمليها. لذلك الفوكه الثاني موسمية تساعد في فقدان الوزن. الناس التي تحب تفقد الوزن. كما أسمع طبعا. كما تي. كان يشوفك على الصباح. تأكل الفوكه على الصباح. هنا سؤالي فيما يتعلق بتناول معدى فرقة. كان أغلب الدراسات حديثة. لا تنصحش بتناول الفوكه. ما هي السلبياتها؟ نسبة كبيرة من الألياف. الأولى التي يوجد فيه بغولة. نقولوا. درنا تسببنا في الاخو كامل. عبرنا بالألياف. صحيحة تاعد في عملية الهدم. تحكينا كلها هكذا على أجان. حتسببنا الانتفاق وآلام في المعيدة وفي الأمعاء. دو بخيفرانس نأخذ سوال حليب تاعي. ولا نأكل حاجة. ولا عشرة. ولا كامان قوتي. ولا سأزير بروغرسيف ما. ماشي هكاك على معيدة فرقة. يخفض الثاني الفوكه. تخفض من مستوى الكوليستيرول الدار. وعندنا تكون فيها نسبة ومدادة الأكسادة. دادة الأكسادة. من المستوى الكوليستيرول الدار. وعندنا تكون فيها نسبة ومدادة الأكسادة. وعندنا تكون فيها نسبة ومدادة الأكسادة. وعندنا تكون فيها نسبة. ومدادة الأكسادة. نسبة سكر في الدم. حماية الشعر والجلد من أثار الشمس. ألا بيها شعرك كمليح أكيد تورينا في زعما أكيد تنكلي تطريب الفواكه لكن في هذه الوقت التي تكون هناك الكثير من الفواكه نشعر هذه الحرارة كبيرة هناك الناس التي لا تريد أن تأكل تهيقل أو الجهات تحتاج إلى السولة أو الإنسولات إذن نحفظ على كرطوبة بالفواكه التخزين وطرق الحفظ بالتأكيد أن الفواكه تستخدم أسمى لماسك للوجه أخنع للوجه للشعر لليدين لتنظيف الجسم يعني الفواكه تتعدى فقط الاستهلاك وتذهب أيضا إلى التجميل نقدر المات تعنى نعطره بالفواكه نقدر ندير تستعيل ماء نعناع أحبت على الفاراو نضع من الملاح للمطاعي ونحب لا أحب الماء ونحن ننخل بهذا الماء المعطر بالفواكه كيف تقعد في الماء تطلق العناصر الغذائية وكيف تذهب ويف تتجمع أي شيء لكي تستخدم نشوف تخزين تحفظ على الفواكه كانت الفاكهة التي نغسلها تفسد مثل التوت لو كانت نغسله ونحطه في الفريجيدة وما حيش ناكلها نصمي واحدة عكتما راهو رايح يفسد نقول الفارولة التوت العينب حتى نكونوا رايحنا حتى نغسله هل تبقى بيدون نغسيلها كين نحفظوها نضعهم ضد الساشة يكونوا متقوبين ومو لا ما يحتاجون يمكننا تنتقبوهم حكذا شوية برد لكي يدخلها شوية لهو لا أعلم حتى تتفيذ لأن المتقبوة تكون وحدة في وحدة تخسر دوكولا كنت رحا نقنصم ديراكتما كما طفح أو الخوخ هذا يلغزت حتى البتراب يعني نفس الشيء بالنسبة للطوص بالعمير نتقوم بنفس الطريقة قلت لك نحطوه نتقوم بقعد مدة طويلة لكي نحفظ أكثر دوكولا ما كنت حانا كل رابدما قلت لك نديرو دون 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 ساشي وعننا نشوفوا في التلاجات الجدد هادوما فيهم هم بولي لجوم حتى القدم هم قالها محمد حتى القدم فيهم هم باك سبيسيال فوري لجوم كنكونا رايحا ناكل نقنصومي بسك ما بيش ولا سي بوزاودي ديجا رماركت الفاراولا كيت تغسل ديري نكوش من فوق شغلتو اللي بلانشات رايحا شغلت شفافا كبيدا ماملوغو تحاي يتبدل إيديالما كنكونا حان نرحو للدلع لأنه دلع ناقص تمتاعو خاصة مع صيف دوك يزيد ينقص باعت أكيد الناس لا تشريش دلع كبيرة كين يشري غير شوية خبيف سولوفان ويحطوف خيجي دار هل هالطريقة صحية؟ دو بخي فرانس كي جيبها الدار دو بخي فرانس ما خلوهاش هكا كدلع يعني كاملة كبيرة نقطعوها لزوج نقطعو يعني الفوصوص نحولها هذه الأبو لنقصوها كنبسان الناس اقاموا يعني تغلقو كي حين نغلقو نحن نقصوها محمد لا 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 نقصوها نحن ن YouTubers كيف نقصوها كيف نحفظوها؟ ولا نقصوها ننشأ لها بالفعل نغطيها عمر الماكلة اللي تكون في التلاجة. يوم ممطن. مش ما تديرش هيتين تدير هذيك الكوش بلونسات اللي ملفوق اللي جي في شوكولة. شفناها دي جا في شوكولة اللي نشفى. صحيح. وشفناها وحضرت عليها دوك في الفارولة. تجي من في الدلع ملفوق. دونك ديفوة من دلع نشروها جديدة. نفس الشيء بسبر بطيخ. بطيخ كيف كيف. لحنا كلها نقطحها وننقيها ونديرها في بوات بلاستيك ولا في ناسية كبيرة. ونغطيها تجور. لازم تجور نغطيها. بسك هذيك طبقة هذيك طبقات جي لفات. كنحلو نغلق الجاهدك اللي هو اللي يدخل ويخرج. دونك راح يعفل للفاكهات هاي. هنا الإجاز لو ندهبون تكلموا شوي على الفاكهة بفاكهة. الإجاز كنحطوه في خيجي دا. يولي عنده الماء يزيد الماء بساف ويخسر. دونك الإجاز كنحطوه في خيجي دا. في بلاسة ويلا كيش بزاف الحرارة والهواء. وما نغسلوش حتى نجري حنكوصومه. الإجاز تاني من الفاكهة الحساسة كنغسلها. إيديال ما حتى نجري حنكوصومه نغسلوه ونتناولوه. أطول مدة يمكن حفظ الفاكهة فيها وما هي الفاكهة اللي تشد كتر التلاج. أو كنجيلاتور. في الكنجيلاتور ناس اللي تحب تكنجلي. متجمد. نروحو بين ثماني حتى تناش شهر. نقدروا رحو حتى العام. وشي نجمدو؟ نجمدو أنا وحدا نجمد الفراولة في هذا الالا بريود. ونجمد الفراولة للشتاء باش ندير بها دي سموتسي. باركزانبلو لا. تغطو فخيز؟ تغطو فخيز نون. بسك كي ندير بها دي سموتسي. دي فيها بزاف الماء. نروحو من ثمان حتى التناش شهر. لكن في الخيجي دا قلت لك كي نفاكيها للغزيس. كي نغسلها وكي نفاكيها للغزيس بها. لازم نغطيها باش ما تديش هذه كريحة الموجودة في الخيجي دا. باش لهوة تاني ما يقيسها. كي ما اللبت تيخوا والدلع من بين الفاكيها بزاف حساسة لهوة. كي نطرق حفظ الدلع ان اشتها في المناطق الجنوبية في الجرزائر. يحطو هكذا منشفاء بالدلع. يحطوها في الأرض. وتكون مكان فيها غير الضل. يحطوها في هذه الدلع قبل ما يحلوا الدلع. قالك تشد لي انا كتكلمت معاه قالك تشد لي اكتر من ستة اشهر هذه الدلع. ديجا هذي تنضج. هذه المنشفاء التي تكون مشمخة ستخلي الدلع تكون يعطيك سحها ولا تخليلها روتو وباتحها وما تنشفش. ففيكو احنا على بلنا بالدلع والباتيخ غنيين بالماء. دونك ما تنشفش يبقى فيها الماء. في الثلاجة هنا لا يبقى بزاف الوقت أسماء. وين نحطوه المكان تحديدا الفوق التحت في النص. على الفاكهة التي تكون مخصولة كماش في ناقوت لك في كيس بلاستيك وين تقبوها كدائيا. ويسنفس نديرو في الباك تحتها. مخصص الفواكه وفواكه. دونكو لي فاكهة قطعتها وقدرتها في باركزان اناء تازجاج وغطيته كامل كماش فينا عند الدلع والباتيخ. هنا نحطوه في بخي في الباك الفوقاني. تعالي استهلاك بشي يكونوا أجد فلو استعلاش بسكو هنا تندنس كنحلوه لصدر الباب رأي فلوو. هي الجهة المقابلة. الفوقانية شوية ما متقسهاش بزاف الحرارة وقريبة تاني لها داكو الباك وين نحطوه الفقومج والزبدة. ولي تبقى المواد للزبدة والفقومج حساسة تاني. ويش لازم يكونش في التلاجة مع الفواكه كمادة أو كأكلة. نحن شفنا ديجا طرق الحفظ وقلت لهم في التلاجة بخيفرانس حاجة اللي تحتوها في تلاجة أغطوها. بش ما تعتينيش هديك رائحة. نقدر باركزمبل بش ما هي بوكو بلوس على جرائحة. نفوقان نخلطو فاكهة مع حاجة وحدوها. شكرا لك يا أسماء على كل هذه المعلومات. لأكيد نتلقوا الحد المقبل إن شاء الله موضوع جديد. إن شاء الله. يعجبني هذه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.